يقف العامل اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية ما بين مطرقة قرارات وزارة داخليتها التي تشد الخناق عليه وسندان قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تزيد من خناقها أكثر فما إن تأخذ وزارة الداخلية السعودية استراحة من إصدار قرارات بخصوص الإقامات حتى تقوم وزارة العمل والتنمية بإصدار قرارات جديدة بخصوص توطين العمل في المملكة فبعد توطين قطاع واسع من العمل كالمولات ومحلات الذهب والكثير من المهن الإدارية عادت وزارة العمل مؤخرا لتدرج 12 مهنة تجارية جديدة إلى قائمة المهن القديمة التي تم إدراجها تحت مسمى سعودة المهن حيث صرح وزير العمل والتنمية السعودي أنه سيتم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتبارا من العام الهجري المقبل تتمثل هذه المهن بالعمل في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأوان المنزلية أما العمل في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات فسيكون بدء سعودتها بحلول الأول من مارس فيما سيتم في شهر مايو المقبل توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد البناء والإعمار وقطع غيار السيارات والسجاد والحلويات لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات وبسبب هذه الإجراءات يبقى الوافدون اليمنيون الذين تركوا أرضهم ضاربين في الأرض بحثا عن مصدر للرزق أكبر المتضررين حيث لا يستطيعون العودة إلى وطن أنهكته الحرب ليقفوا عالقين بين وطن يسكنه أهاليهم المعتمدون على أعمالهم في منفى يضيق بهم يوما بعد آخر